ازاي كابتن مصطفى وازاي حضرتك والمشاهدين وسلامي للكابتن عادل طايمة واحد من الناس اللي انا اتشرفت ان انا تعلمته وتربيت علاء دي في التدريب في نادي غزل المحلة اشتغلنا بعض فترة مهمة جدا وكانت فترة من الفترات المؤثرة في حياتي قبل ما انتقل النادي الاهلي كابتن عادل واحد من احسن المدربين اللي مروا علي في مشواري مع الكورة تعلمت منه حاجات كتير جدا حاجات فنية وحاجات سلوكية وهو نموذج لمعنى كلمة مدرب المدرب هو معلم ومربي وكابتن عادل يعني طبق في الوصفين دول بيتعامل سلوكيا مع اللعيبة كوالد مش كمدرب الوالد اللي عايز يعلم ابنه وربيه ويخليه احسن من الدنيا كلها فانا شرفت ان انا اتعلمت وتعاملت مع الكابتن عادل وواحد من العلامات بصراحة في حياتي يعني فبشكره على الفترة اللي انا قضيتها معايا وعلى اللي هو عمله كله معايا وسعيدني به فان انا اوصل المشوار اللي ناجح الحمد لله في حياتي كله فبشكره واتمناله التوفيق وحلقة ان شاء الله الناس استمتع بيها معاكو باذن الله شكرا هتقول ايه لصخرة الدفاع هذا الرجل بمعنى الكلمة ما فيه رجل يعني ده رجل بمعنى الكلمة في المواقف صلب ببرا الملعب وجوه الملعب ومن العلامات اللي موجودة في الناد الالي ان احيانا المدير الفني الدور بتاعه النفسي بيتركه لبعض اللعيب الكبار زي حضرتك كده والكبات اللي معاك ممكن جدا بتلموا بعض ويبقى انتوا عندكو ليكو دور جوه الملعب اكيد الجانب الفني بس انتوا كمان بتعملوا الدور ده الجيل بتاع وائل مع ابو تريكا مع بركات مع شادي مع سيد معوض مع متعب مع فلافيو مع جيلبرتو مع حسن مصطفى كل المجموعة ده محمد شوقي محمد شوقي المجموعة دي دور جوه في الملعب وبرا الملعب بس دي برضو دول في المعاصقة ومحنش بهم اعملوا كذا هم من نفسهم هم من نفسهم يتجمعوا يهكلوا هنا دي حقيقة بيقروا كرآن مع بعض في الملعب على قلبه بعض بيوجهوا بعض الرجولة دي انعكست كمان في المنتخب وائل لما راح لمنتخب نفس المجموعة 2006 و2008 و2010 احمد فتحة كمان كمان اسف ده احمد فتحة كمان من نفس نوعية وائل راجل يعني فدي نوعيات يعني صعب انها تتكرر او مش صعب احنا ان شاء الله تتكرر لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيبخلش على البشرية اهل 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 ولاد المالية بيعمل بيعمل كوادر بيعمل كوادر وائل من الناس اللي هي فعلا فعلا يفتخر اي حد ان هو دربه لان زي ما قلت الحرارك لما بتدي اللعيب حاجة بيتطور بسرعة جدا فيه واحد ممكن بتديهه ما بيزدش ما بيستوعبش او يخده على مراحل وائل من النوع تديهه المعلومة وتديهه التدريب تديهه بس هو بيقول على الوصول اه الحمد لله ربنا يكرمك وائل